اللي حصل بمنتهى الوضوح ومنتهى يعني الصراحة ان احنا في خلال السنة اللي فاتت يعني من سنة ونص بتدينا نحس ان احنا الاتنين ترسين واربعض بنكمل الدايرة عشان خطر لما حصل مشكلة انا كمستورد شعبة مستوردين والحاج علاء كالتحاد الصناعات مجازا عن القطاع اللي الحاج علاء بيمثله فيه قطاعات كتير لك احد نتكلم على استراض وصناعة اكتشفنا ان انا ما ينفعش ان انا اشتغل لوحدي اتحاد الصناعات ما ينفعش اشتغل لوحده فلازم يبقى فيه زي يقول ايه تكامل وتوافق بيننا الحكومة الجديدة لما جي معالي الوزير كامل الوزير احنا حسنا ان فعلا هو رجل الصح في المكان الصح تشكيل الاتحاد مش الاتحاد تشكيل الفكر عند المستورد عشان يقوم بتغيير سياسته عن الاستراض ان هو يتنقل من المستورد للتصنيع ده فكر كبير جدا وده فكر احنا في خلال سنة ونص بنذكره كتجار كتجار شايفين تسهيلات شايفين ان فيه حاجات كتير لازم تتحل والحاجات دي لو اتحلت وانا شايف من وجهة نظري ان هي تتحل بسهولة جدا يعني هي مش حاجة نهة ويعني صعبة ان هي تتحل لو نتكلم على التصنيع احنا بنكلم على تسهيلات انا من وجهة نظري الحكومة بتقدم كل التسهيلات ان هي تديني ارض الحكومة بتقدم كل التسهيلات ان هي تديني كروت ممكن اول حاجة زي ما استاذ علاء بيقول اللي ورش العمل الصناعية احنا لازم نتعلم تاني حاجة ان احنا نطلع من البروكراطية وتعيد الورق وتطويلها وكل الكلام ده اللي هو بياخد وقت دي لو اتحلت انا بكرة اصنع زائد القوانين ان انا ممكن استورد بدل ما استورد مسلا عداد مية بدل ما استورد مسلا مسورة مسلا انا روح في اتحاد الصناعات يا جماعة انا عايز اصنع طيب استاذ علاء هيصنع طيب انا هستورد ليه احنا بنشوف ان كلمة الصنع في مصر غالية ليه بنشوف ان كلمة الصنع في ايطاليا او صنع في تركيا لو جات مصر بتبقى رخيصة حل هالي حل هالي حل هالي لحل ازاي قوانين دعم دعم للاراضي دعم لي الخمات استراضي ان انا لما وقفت كمستورد انا لما وقفت كمستورد في مش عارف استورد قطع غيار او استورد خمات او استورد اي حاجة او اديها للحاجة علاءة في اتحاد الصناعات الحاجة علاءة وقف صح احنا في خلال السنة دي اكتشفنا ان احنا الاتنين بنكمل بعض